اشتركوا في القناة واول مرة يزورنا يخش اشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو احنا بنقدمه وبالنسبة للناس القديمة تعمل لنا اللايك الجميل بتاعنا علشان الفيديو ينتشر اكتر ويتشاف اكتر كل يستفاد بامر الله لو الفيديو ده جاب الف لايك يتم اختيار فازم التعليقات هيكسب معانا فرد كوكتيل البينو هدية هيتم اختيار الفازم التعليقات وهنسلم الفرد ان شاء الله في السوق كنت عايزة عامل تنويه سريع كده ان بامر الله كنا عاملين فيديو مع البشماند سحمد الجندي والبشماند سحمد تفضل مشكورا عامل عرض لمشتركين القناة على بعض المنتجات المتاهة عنده بامر الله هنلاقي الفيديو بتاعنا موجود في صندوق الوصف بامر الله عاملين فيديو كمان النهاردة هينزل كده على المغرب بامر الله هنتكلم فيه عن الحاجات اللي انا جبتها من السوق ده طبعا بالنسبة الموسم هنتكلم عن الحاجات دي احنا جبناها ليه وفايدتها ايه بالنسبة للهوي في مزرعته بالنسبة لحركة التداول النهاردة كانت كويسة جدا بين الهواة كان فيه حركة بيع وشراء بالنسبة للهواة بشكل كويس جدا وبالنسبة لحركة اللم بالنسبة للتجار كانت كويسة برضو كان فيه لما عكوكتيل لاتيني شبابه كبير وكوكتيل مصبع والإزابيل محبشي زكور وشباب وبالنسبة لكوكتيل فرنساوي كان فيه عكوكتيل مصبع الفرنساوي لم والإزابيل وكوكتيل الألبينو بالنسبة للأسترالي كان فيه لما برضو والشكري برصاصي والفلل بياخدوا الضكر بنتايا والرنبو وتركبات الرنبو وكمان فيه لما على الروز عشان ما نطولش عليكو يلا بينا نسمع الاسعار يلا بينا الكوكتيل الحبشي النهاردة كان عامل 150 جنيه بالنسبة للشبابات وبالنسبة الكبير تداول 250 جنيه و 275 جنيه كان التاجر برضو بيلمي الدكورة الدكر كان على 120 جنيه ده بالنسبة لكوكتيل الحبشي وكوكتيل الفون برضو نفس السعر بالنسبة لكوكتيل الايزابيل 350 جنيه كبير وبالنسبة للشبابات 300 جنيه بالنسبة للجوز الشبابات النشفة بالنسبة لكوكتيل المصبع كان برضو نفس السعر 350 كبير والشبابات 300 جنيه بالنسبة لحاجة النشفة نتكلم عكوكتيل اللاتيني كان بيتلمي النهاردة الشبابات ب380 جنيه والكبير كلام 420 جنيه التداول كان بيبدأ من 500 جنيه سعر الجوز القص الشغال بالنسبة للويت فيس 350 جنيه الصغير والكبير 450 جنيه بالنسبة لكوكتيل الايزابيل الفرنساوي كان ب400 جنيه الصغير والكبير كان بيتلمي ب550 جنيه كوكتيل ايزابيل طبعا كان عليه لمي النهاردة كوكتيل مصبعات كان عليه لمي برضو كان اقل مستوى 400 جنيه بالنسبة للشبابات ولو المستوى اعلى شوية سعره كمان كان بيزيد بيوصل لـ 800 و 750 بالنسبة لكوكتيل الالبينو الجوز 1000 جنيه بالنسبة للشبابات والكبير تداول 1600 و 1700 جنيه نبدأ نتكلم عن البدجي واللي كان فيه اللي سترالي النهاردة الصغير ب65 والكبير 75 والوش الاصفر كان بيتلمي على 90 جنيه الجوز منتكلم علي اينو 90 جنيه الصغير في الكبير 100 بالنسبة لل اينو قالبينو والاتيني منتكلم علي الفالو 120 جنيه صغير في الكبير 150 جنيه شكري بيرقاس اللي كان عليه لما النهاردة كان التاجر بيتخذ العلامات الواضحة 400 جنيه صغير والكبير 800 جنيه منتكلم على 150 جنيه صغير والكبير 100 جنيه ال vue الأخضر لسعره اقل جدا بيبدأ سعره من 1000 جنيه صغير وكبير 1500 جنيه. النسبة للبلاكوينج الازرق بيبدأ سعره من 3000 جنيه صغير وبيزيد سعره حسب السن. نبدأ نتكلم على التركيبات الرينبو واللي كانت بتتلمي النهاردة. اقل مستوى 120 جنيه للجوز بالنسبة للصغير والكبير 160. طبعا مستوى كل ما بيزيد كل ما سعره بيزيد في التداول. نتكلم على الرينبو واللي كانت النهاردة بيتلم ب400 جنيه صغير والكبير 600 جنيه. ده بقى مستوى طبعا فيه مستوى يتزيد عن كده. حسب حسب درجة الالوان ودرجات الرينبو. نبدأ نتكلم على شوشة وكورك. 130 جنيه صغير والكبير 160 جنيه. الفولل كان فيه لم النهاردة عليها. الكبير ب350 جنيه. التاجر بياخد دكر بنتاية. والصغير ما كانش مطلوب لكن كان التداول بتاعهم 250 جنيه. بالنسبة للفولل ل superficع الأبيض 400 جنيه الصغير والكبير 600 جنيه. الفولل الأصفر 700 جنيه الصغير والكبير 1000 جنيه. سيعد بالنسبة للفولل. متكلم على تركيبات الفولل. واللي كانا سعرها بيبدأ من 700 جنيه الصغير والكبير 1000 جنيه. ده بالنسبة له تركيبات الفولل. وبالنسبة للفول الرينبو 1500 جنيه الصغير والكبير 2000 جنيه نتكلم عن الانصاص والسعرها بيبدأ من 200 جنيه الصغير للجوز والكبير 400 جنيه طبعا مستوى كلما بيزيد كلما بيزيد سعره نتكلم عن الانجليزة واللي كان سعرها بيبدأ من 1500 جنيه للجوز لألفين جنيه سعر الجوز وبيزيد عن كده كمان حسب المستوى وحسب الانجليزة وحسب المستوى حسب التكشيرة وحسب الهد نبدأ نتكلم عن الروز واللي كان فيه الروز الأخدر النهاردة بـ 200 جنيه الصغير والكبير 300 جنيه ما كانش عليه لم بالنسبة للألوان كان بياخده الصغير بـ 200 جنيه والكبير بـ 300 جنيه نتكلم عن الروز اللاتيني واللي كان سعره بيبدأ 300 جنيه صغير والكبير 400 جنيه كان عليه لم النهاردة الروز اللاتيني والألوان بالنسبة للروز سعر النهاردة 400 جنيه الصغير والكبير 600 جنيه بالنسبة للالبينوفشر 350 جنيه الصغير والكبير 550 جنيه وبكده نكون خلصنا الروز والفشر نبدأ نتكلم على عائلة الفينش نبدأ فيها بالزبرة واللي كان النهاردة متواجد في السوق سعر جزء الزبرة 70 جنيه الصغير والكبير من 80 ل90 جنيه نبدأ نتكلم على الفراولة واللي كان سعره النهاردة صغير 80 جنيه الصغير والكبير 100 جنيه بالنسبة لطائر المتبوح سعره بيبدأ من 175 جنيه الصغير والكبير 250 جنيه نبدأ نتكلم على الجاوة واللي كان فيها الجاوة الحبشي النهاردة الصغير ب200 جنيه والكبير ب300 جنيه وما كانش منتشر الجاوة النهاردة بشكل عام بالنسبة للجاوة الابيض 200 جنيه الصغير والكبير تلتمية وخمسين جنيه. نبدأ نتكلم على جاو الفون واللي كان فيه سعر والنهاردة بيبدأ تلتمية وخمسين جنيه الصغير والكبير خمسمية وخمسين جنيه. ده بالنسبة لطائر الجاو الفون اللي بين قدامنا دلوقتي. نبدأ نتكلم على جاو السيلفر اللي كان سعر النهاردة ماتين وخمسين جنيه. الصغير والكبير تلتمية وسبعين جنيه. زي ما قلنا الجاو مش منتشر الايام دي لكن مطلوب. اه جولدن فينش سعره بيبدأ من 1500 جنيه للجوز وبقى متواجد بشكل متواجد بشكل اكبر دلوقتي في السوق طائر الكاناريا بيبدأ سعره من 400 جنيه الصغير والكبير 600 جنيه وطبعا الكاناريا فيها مستويات اعلى واسعاره بتختلف حسب المستوى بالنسبة للحسون والمنتشر الايام دي كتير في السوق 300 جنيه الصغير والكبير 400 جنيه وغالبا بيبقى صيد اليمام الماسي 250 جنيه الصغير والكبير 350 جنيه بالنسبة لطائر المينة اللي برضو منتشر الايام دي جدا سعره بيبدأ بالنسبة للصيد 150 جنيه الصغير والكبير 170 جنيه ده بالنسبة للصيد انما التفريخ 350 جنيه الصغير والكبير 400 جنيه وطبعا التفريخ افضل في التدريب وفي الكلام نبدأ نتكلم على بغاناته نبدأ بالدرة الهندي واللي الزغالب بتاعته النهاردة بتبدأ من 1000 جنيه للحتة والكبير بيبدأ الجوز 3500 جنيه الدرة الامريكي سعره بيبدأ من 12000 جنيه سعره بيزيد او بيقل حسب مستوى البغبغان بالنسبة للصانكونيور الصغير بيبدأ الجوز من 8000 جنيه بالنسبة للكبير الشغال والصغير 5000 جنيه الروزيلا بيبدأ سعرها من 3000 جنيه و 4500 جنيه للكبير نبدأ نتكلم مع الزنجباري والزنجباري طبعا احنا عارفين ان الزنجباري الصيد موجود رسالة قديمة بقالها فترة ما عرفش فيه رسالة جديدة دلوقتي ولا لا لكن سعر البغبغان الصيد بيبدأ من 7000 جنيه و 6500 ده من نسبة للصيد والتفريخ ديبدأ من 10 ل 15000 جنيه وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة لو في اي طير انا مذكرتوش في التقرير تكتبلي في التعليقات وان شاء الله هجبلكو سعره الاسبوع الجاي بامر الله ياريت نعمل اشتراك للقناة وانفعل زر الجرس عشان يوصلكو فيديوهات قايمة وبفكركم قبل نهاية الفيديو ان بامر الله في خدمة احنا بنقدمها اي حد عنده طير اهم حاجة يكون الطير صحته كويسة جدا يكون سعره مناسب وعايز يعرضه ممكن يبعاتلي على رقم الواتس بتاعي 011 478 6716 وان شاء الله هيتم عرضه في القناة يعمل الفيديو بكل تفاصيله ورقم التليفون والمكان بتاع التسليم ما تنسوش الفيديو ان شاء الله له ينسل على المغرب امر الله يجبكو جدا في امان الله اشتركوا في القناة